اشتركوا في القناة 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 عايزين نعرف كتالوج الراجل وانتي تدين شوية من الكتالوج بتاعك احنا الكتالوج بتاعنا والله سهل جدا والست بتبعتها مارينة وسهل ان انت تتفاهم معاها وتتناقش معاها هي طريقة تفكيرها شوية مختلفة عن الراجل ده بالفطرة هي الست دايما بتتكلم مثلا لو بتتكلم مع جوزها عن مشكلة وبتحكيله ايه الحاجة اللي حصلت هي رايحة تحكيله هي مش عايزة حل المشكلة هي عايزة تسمع منه كلمة حلوة عايزة يقدرها او يسندها لكن الراجل بيكون تفكيره ان هي دايما حكيتلي على مشكلة يبقى هي عايزة الحل ومن هنا بقى مشكلة يبقى فيه حل على طول عارفة ليه برضو لان الراجل انا مش هروح احكي لحد مشكلة الا وانا متوقع حل او مستني ان احنا عايز حل مشكلة يبقى فيه حل دي تركيبت الدماج تمام الراجل غير ستت هو المفروض يبقى عارف ان الست اللي معاه لما بتحكيله على مشكلة هي عايزة بس تحس بالدعم عايزة تحس بحبه وبتقديره طب وان انا احل المشكلة دي ده اكبر دعم ان انا حاول احل المشكلة دي اكبر دعم ماشي بس هوا هي بتبقى مستنيهة تسمع كلمة ونسبب بقى القرارات وكده خلينا انا قررت ان احنا هنطلع فاصل احنا هنطلع فاصل احنا هنطلع فاصل احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا عن كتالوج الراجل والست ولسه مكملين حلقتنا وموضوعنا عن كتالوج الراجل والست خليني يا صفوت في الاول كده عرافك الست بتبقى شايفة طريق التفكير الراجل عاملة ازاي الست بتبقى شايفة ان الراجل بيحكم عقله اكتر وفيه مواقف كتير بيتعرضوا ليها في حياتهم زي المشاكل مثلا الزوجية بتكون الست شايفة او محتاجة ان الراجل يحكم العاطفقة برضو يعني زي ما العقل مهم العاطفة كمان مهمة يعني فيه مشكلة حصلت ما بينهم الراجل بيبقى شايفة انه ما ينفعش يتنازل او يغير رأيه والست بتبقى شايفة ان هي ليها حق او ان هو اللي غلطان فحقها ومزعلها فعايزاه هو اللي يبدأ يصلاحها ويتكلم معاها الحتة دي بقى كل واحد وعايزاي صلاحة اصلا بيبغد النظر عن اين اللي حصل حتى لو هي غلطان ايوة ما هي عاطفية ما هو ده مش منطقي خد ليه مش منطقي الست عاطفية باقل كلمة حتى لو هي غلطانة وانت بدأت معاها بخطوة وصالحتها قلت لها كلمة كويسة مع الوقت هي تحس اصلا بالزنب مش بعيد ان انت بعد ما تعمل ده هتيجي تعتذرلك حتى لو مش غلطة اقولك انا على حاجة اقولك على حاجة على ايحك احنا اصلا بشوف ان احنا عشان نقدر ان احنا نتواصل ونفهم بعض احنا محتاجين نعرف تركيبة الدماغ كل واحد فينا اين فانا هديك شوية النهاردة من الاسرار بتاعتنا من الكاتالوج بتاعتنا انتي تخيال معايا كده ان دماغ الراجل دي هي الدماغ كده عبر عن ايه؟ جواها شوية سندوق صغير فيه صندوق للشغل فيه صندوق للأولاد فيه صندوق لامراته فيه صندوق للفلوس فيه صندوق كل حاجة لها صندوق خاص بيه فالنهاردة انا عندي صندوق مثلا الشغل فطالما طلعت صندوق الشغل ده واتفتح فانا بطلعه بعيدا عن عن ايه شيء تاني عن ايه شيء تاني وببدأ انا بمركز في الحاجة دي خلصتها بقفل الصندوق ده ويرجع في مكانه من غير ما يلمس حاجة انتو بتركزوا في حاجة واحدة بس ده مش معنى احنا بنركز في حاجة واحدة بس برضه لا خالص بدليل ان بتلاقي الراجل بيعمل حاجة واثنين وثلاثة بس بشكل متتابع بصي اسمعي الكلام الاخر عشان نفهم الدماغ طريقة التفكير ماشي ازاي فدلوقتي اللي بيحصل ايه؟ اللي بيعمل ساعات الفجوة ببنه مش مسألة بقى فجوة اللي بيحصل انا بفكر بالطريقة دي فانت تيجي مثلا بتكلمي زاي بالمثال اللي كنت بتقوليه بتدي قولي مشكلة انا طبيعي عندي صندوق اسمه طريقة التعامل مع المشاكل فانا طبيعي بتقولي المشكلة طبيعي ان انا هدور على حل مهور الست مش عايزة الحل الست لما بتلجأ مثلا لجزهة وبتحكي لمشكلة هي رايحة بتفتفض معي هي بطبيعتها لما بتتعرض لمشكلة بتختار الناس القريبة ليها واللي بتحبها علشان تحكي لهم تاخد رأيهم وبترتاح اكتر لما تفتفض طب وإن اللي بيحصل لما تفتفض ما يقولهاش حل سيكية مثلا بترتاح 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 بتحاول بقى يحتويها يعني هي دخلة بتحكي له على مشكلة على طول قال لها الحل وبعدين سكوتي بقى ومش هنتكلم في الموضوع لا يعني يسيبها تتكلم يحاول يقولها كلمة تدعمها تسندها مع الوقت حتى لما هي تهدى يبدأ بقى يقول الحل ما هو ده فيه مشكلة ثانية برضه انه كتير جدا تلاقي الراجل قاعدين بنتكلم بنتكلم في كلام مهم بقى وعاديين بنتكلم في حياتنا الحضر والمستقبل وعاديين بنخطط ومرة واحدة انت تروح يدخلها في مشكلة مع ساوسن صاحبتك مثلا او فرح يوم التلاتة بنلبس فيه هنا عقل الراجل بيحصل له error يعني هو انت دلوقتي كنا فتحين صندوق ومرة واحدة دخلنا صندوق تاني وده برضه احنا لو رجعنا وبصنا لتكوين دماغي لستة اصلا هي ما عندهاش بقى السندوق بتاعتنا دين انتو عندكو اسلاك وكله مرتبط ببعضه وخلي بالك بقى من النقطة مهمة قوي ودي اللي عايزك تنقشيني فيها هو كل الاسلاك بقى وكل الحاجات المرتبطة ببعض دي اي الحاجة المسيطرة والتي تتحكم فيهم؟ العاطفة العاطفة والعقل اي سبت عندها جانب العقل وعندها جانب العاطفة بس في مواقف هتستخدم فيها العقل يعني هي لو في شغلها او حاجة خاصة بالولاد مثلا في المدرسة في مشكلة اكيد هتحكم عقلها لكن في بيتها مش اكيد ولا حاجة لا مفيش واحدة هتروح تحكم حاجة في شغلها مشكلة او ازمة تعرضت لها في الشغل هتحكم العاطفة بالعكس هتحكم عقلها هو بيبقى على حسب الموقف لكن مثلا لو حاجة مع حد من الناس اللي بتحبها جوزها اخواتها ولادها اكيد العاطفة هتبقى اكبر يعني الاطفال الصغيرة او قب بيعملوا كوارث كبيرة جدا سبحان الله لولا ان العاطفة عند الست يعني وقت ده حيس كبير فبتنهاروا وبتنهار عليهم بتعدي بتحاول تمسك اعصابها حاجة زي كده فعلا لولا العاطفة مش هنعرف نعدي انت من تخيل كم من الحاجات اللي بنشوفها من ولادنا لو بنتعامل بعقلنا كان خلاص بقى زماننا تجنننا لا بس لازم يبقى فيه توازن طبعا لا تقديكي مثال لو في المدرسة مثلا وابنك تخانق في المدرسة تمام الام بيبقى ايه رد فعلها والاب بيرد فعله الام بتبقى اخذ الموضوع على قلبها جدا بتحضو على اعصابها وتتدايق بس هي بقى تصرفت في المدرسة كم لا هي ليس دايما مش كل الستات على فكرة انا بقى اديكي على المثال ده بيخليها متخدش كرار الصحة وبيخليها ممكن تخلي تصرفها ده يخلي ابنها اصلا ضعيف مايعرفش هيتعامل بعد كده في موقف لوحده لازم نحكم بقى علينا عشان نعرف كم ماشي لازم نحكم عقلنا بس الست مش كل الستات بتتصرف بالطريقة دي هي الصح فعلا ان هي تتصرف بعقلانية وان هي ما تدفعش عن ابنها علشان برضو يبقى عنده شخصية بس دي بقى معتمدة شوية عن الوعي والثقافة للست يعني برضو فيه ستات كتير مثقافة وبتعرف تتصرف وتحكم عقله والست الشطرة اللي تعرف توزن ما بين العقل والقلب لازم يبقى فيه توازن انا معاكي في الحتة دي نسبيا برضو تعالف انا بعرفش اتفك معاكي كلية انت بتعترض على طول ما بعرفش لا والله انا مش بعترض انا بقى رودة بيقول الكلام منطقي انتوا بقى كرجالة العقل اولى لمؤخيرا ركنين العاطفة دي عنا جميعا مش ركنينها بنعرف امتى نستخدمها لكن مش ركنينها امتى بتستخدموها بنستخدمها لما الموقف يبقى محتاج ان انا في موقف كتيرة جدا ما بيقاش القرار السائد فيها للعقل بس لا عندنا عواطف يعني يمكن القرار الوحيد اللي الراجل بياخده كده بيبقى قلبه ولو فكر مش هيمره هو قرار الجواز لا بغضر طب لا يعني يعني القصود ان لا احنا كتير بنحكم عقلنا وقلبنا نعمل توازن امتى نعرف برضو ان ما نخليش العواطف دي لو انا عندي حاجة العاطفة مسيطرة بقدر ازاي حاكم عقلي وسيطر على العاطفة دي ما خليش هيه اللي تتحكم فيه ماشي بس برضو لازم انت كراجل يبقى فيه توازن احنا كستات بنشوف ان انتو بتحكموا عقلكوا قوي زياد عن اللزوم والحطة دي بالنسبة لنسبة انا شايفة ان انتو ما هو نفس القصة عندكو يعني احنا لازم احنا اللي اتنين يعني احنا لو فكرنا قوليلي مثلا ايه الاسباب انت شايفة ايه الاسباب اللي ممكن تخلي المشكلة دي تحصل تخلي فجوة ما بين الرجل والست تحصل في طريق التفكير او في التعامل الست الست طبيعتها ربنا خلقها عاطفية اكتر ودي ميزة فيها سبحان الله هي لولا العاطفة دي ما كانتش هتقدر تتحمل اعباء البيت والولاد وجوزها وكمان مثلا لو بتشتغل فبيبقى فيه ضغط كبير عليها لولا حطة العاطفة دي مش هتقدر توزن ما بين كل ده يعني تلاقي الست بتعمل مئة حاجة في اليوم عكس الراجل بقت طبيعته هي حاجة واحدة اللي بيركز فيها لو عمل اكتر من حاجة تلاقيه مثل لغبط هتايه ومش عارف يتصرف عشان كده كتير جداً احنا بنقدر نعمل الحاجة بكفاءة اعلى ليه؟ لان انا مركز في حاجة واحدة دلوقتي فبعملها لكن انتي ممكن تعملي اكتر من حاجة في نفس الوقت فده ما بيوصلكش لنفس النتيجة او نفس الكفاءة صح كده؟ تمام بس برضو يعني الرجالة انا شايفة ان الرجالة بتبقى حتة العقل عندهم دي بتخليهم تدخل في حتة مشاكل يعني مع الوقت كده بتحصل فيها ما هو اعمل كل حاجة لو فكرنا كل حاجة كل نقطة هتلاقي ان هي رجع لها سبب معين راجع لتكوين الدماغ وطريقة التفكير يعني قول تمام احنا بقى محتاجين نوصل لنقطة نحاول احنا الاتنين كراجل وست نتفق فيها انا محتاجة افهم دماغك وانت كمان محتاج تفهم دماغي وتعرف ايه النقط اللي يعني هتعرف ازاي تتعامل معايا وانا كمان محتاجة ده ده كمان جميل يعني محتاجين بقى نشوف دراسات وابحاث عشان طب بمناسبة الدراسات والابحاث في موقع اسمه قلوة من توك تمام الموقع ده كان عامل تقرير وهو بيوضح فيه ليلستات ورجالة كتير بيشوفوا تصرفات بعض محيرة طبعا في اسباب كتير منها اللي اتكلمنا فيها من شوية وفيه كمان ان الراجل بيفكر بشكل فردي او متتابع وان الست بتعامل اكتر من حاجة زي ما كنا بنتكلم فده بتخلي الراجل يبقى شايف ست هوا انتي ازاي تعملي كده ومن ناحية تانية الست شايف الراجل هوا انت ازاي فاصل عن كل حاجة كده وانت في الحاجة دي بس هي بتبقى عايزة يبقى معي يبقى زيها وده مش طبيعي احنا المفروض ان احنا مختلفين عشان نكمل بعض مش عشان نبقى كل واحد يبقى عايزة تانية زيه لو زيه يبقى خلاص اما على فكرة يروح يبقى اتعملي مع ست ما تتجاوزيش راجل اصلا وتتجاوزيش اساسا وخلاص لكن هو في النهاية احنا لازم هنبقى مختلفين انتو مثلا تركزوا في التفاصيل بشكل رائع يعني ممكن نبقى الفرح مثلا خدت بالك من الكوشة مش عارف كتت عامل ايه والورد اللي جانبها والفستان كان مش عارف عامل ازاي ابنت خالد جوز مرات عامل عريس شفت كاب تعمل ايه طبعا الراجل مفيش الكلام ده خالص سواء اخره خد باله مجبو فيه كان فيه ايه وخلاص فتستاخدوا بالكم التفاصيل كتير جدا فده بيبقى منسبة لنا كتير في بعض الاحيان وانت نشغل نفسك ليه بالكلام ده طب ايه رأيك احنا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا ماشي موافق خلينا نطلع نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا مش هنتاخر عليكم استنونا بنرحب بحضراتكم مرة تانية وحابب اقول قبل ما نختم حابب اقول ان المرأة قلب العالم والرجل عقله والتنين لو اتفاصلوا عن بعض فده يبقى الموت او الجنون في النهاية ربنا خلقنا مختلفين وكل واحد ليه طريق التفكير مختلف عن التاني علشان نكمل بها بعض زي ما كنا بنتكلم كده يا امل في حالة الفتة عايزين نصنع باختلافنا ما يسوي خلافنا او اللي نقدر به نكمل بعض بس احنا بطبعاتنا كبين يادمين ما بنقدرش نتعامل مع حاجة مجهولة او شيء مجهول بالنسبة لنا انا مش عارفه فازاي هقدر ان انا اتعامل معاه فده بيتطلب مننا ان احنا يعني عندنا وعي بالاختلاف ده وعندنا دراسة ليه ونبحث وراه مفيش مشكلة خالص ان انا ابحث عن حتى طريق تفكيري واعرف افهم نفسي اكتر وافهم شريكة حياتي اكتر هي كمان بتفكر ازاي عشان تعرف تتصرف صح فده مهم جدا 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 ان احنا نشتغل على نفسنا في الحتة دي ونقدر اختلافات بعض ساعتها هنقدر فعلا ان احنا نكمل بعض ونعيش الحياة اللي احنا مستنينها بجأت اتفق معاك احنا فعلا علشان نعيش في سلام وهدوء محتاجين كل واحد يعرف التاني ويفهمه وكمان اعرف نفسي يعني ابدأ ادور واشوف ايه القصور او المشاكل اللي عندي وافهم انا محتاج ايه وايه يعني ايه حقوقي وايه واجباتي مش بس بقى مركزة في الطرف اللي قدامي كمان محتاجة ركز في نفسي وصحة من نفسي علشان نقدر نوصل لنقطة نكمل بها الحياة لان يعني زي ما قلنا ما ينفعش الراجل يعيش لوحده ولا الست وانت يتيجي على نفسك ونوصل لحل يردين احنا الطرفين يعني انا واحدة من ناس مقتنعة جدا في حياتي ان اي مشكلة محتاجة ان الطرفين يتكلموا مرة واثنين وعشرة ويتناقشوا ويحاولوا يعني فيه ناس بترفض اصلا ان هي تفتح الموضوع او تتكلم فيه وتوصل لحل لا احنا على شم وان هي تبحث وراح حتى ومع ان فيه دراسات وابحاث كتيرة جدا عن الموضوع ده لو بحثوا عنها يقدروا يوصلوا ومعلومات تفيدوا لا هي فيه ناس بتبقى مركزة ان الطرف التاني بقى مشكلته ايه وخلاص حتى لو دورنا شوية هنلاقي احنا كمان عندنا مشاكل محتاجين نوصل اول مرة تقولي حاجة هجد اول مرة انت بعد الهوا فيه كلام تاني احنا اهم حاجة محتاجينها ان احنا نوزن عقلنا ونوزن قلبنا يبقى فيه توازن بينهم هما الاثنين ما ينفعش الراجل يعتمد كليا وجزئيا على العقل بس ولا القلب بس كذلك الست ما ينفعش تبقى ماشي على طول وراء العاطفة هو ربنا سبحانه وتعالى خلقها فعلا كده بس هي محتاجة تحكم عقلها لان الحياة مش هتمشي بحاجة واحدة منهم يعني حتى ان احنا يبقى فيه توازن ما بين الحاجتين اكيد هنقدر نحل المشكلة اهم حاجة ان يكون فيه وعي عن اختلاف الطرف التاني وزي ما قلنا من شوية ان احنا نشتغل عليه على قد ما نقدر ونغير من نفسنا وده ده فيه كلام بجد كتير جدا وحتى احنا ممكن نبقى حتى من خلال الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك حقي وحقك بالعربي ممكن بعد كده نساعد الناس في ده وننزل حتى لينكات للكلام ده بس الافضل في كل حاجة دي عشان اوصل لحاجة مجهولة بالنسبة لي اعرفها واعرفها كويس محتاج ان انا اتعب عليها شوية عشان ده في الاخر هيريحني في حياتي وهيخليني عايش بشكل افضل وزي ما قلنا احنا محتاجين توازن في حياتنا نحكم قلبنا ونحكم عقلنا عشان اللي اتنين بيكملوا بعض احنا مختلفين كراجل وست بس اختلافنا ده هو سر اكتمالنا ماينفعش طرف فينا يعيش من غير التاني مرسوطة جدا انها كنت معاك النهاردة يا صفوط يا رب كل المشاهدين يكونوا اتبسطوا بحلقتنا واستفادوا منها استنونا الاسبوع اللي جاي يوم الاربع الساعة 12 ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج حقي وحقك تصبحوا علي نشوفكم على الف خير ترجمة نانسي قنقر